حدثنا غنضر قال حدثنا عكريمة بن عمار قال حدثني شداد بن عبد الله وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة عن عمر بن عبسة قال قلت يا رسول الله علمني مما علمك الله عز وجل قال إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرن شيطاء وحينئذ يسجد لها الكفار فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يعني يستقل الرمح بالظل ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم فإذا أفاء الفيء فصلي فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرن شيطاء فحينئذ يسجد لها الكفار حثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن أبي الفيضي عن سليمي بن عامر قال كان معاوية يسير بأرض الروم وكان بينهم وبينه أمد فأراد أن يدنو منهم فإذا أنقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دبة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قومين عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذى إليهم على سواء فبلغ ذلك معاوية فرجع وإذا الشيخ عمر بن عبسة حثنا أبو اليماني قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمر السيباني عن أبي صلى الله من الدمشقي وعمر بن عبد الله أنهما سمع أبا أمامة الباهلية يحدث عن حديث عمر بن عبسة السلمي قال رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية فذكر الحديث قال فسألت عنه فوجدته مستخفيا بشأنه فتلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه فقلت له ما أنت فقال نبي فقلت وما النبي فقال رسول الله فقلت ومن أرسلك قال الله عز وجل قلت بماذا أرسلك فقال بأن توصل الأرحم وتحقن الدماء وتأمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيء قلت نعم ما أرسلك به وأشهدك أني أني قد آمنت بك وصدقتك فأمكث معك أما ترى فقال قد ترك راهة الناس لما جئت به فامكث في أهلك فإذا سمعتم بي قد خرجت مخرجي فأتيني فذكر الحديث حتى عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله حدثنا السري بن يحيى عن كثير ابن زياد قال قال ابن عبسة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق في رمضان حثنا بهز قال حدثنا حمد بن سلم تحدثنا يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر ابن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم يعني معك فقال حر وعبد يعني أبا بكر وبلالا فقلت يا رسول الله علمني بما تعلم وأجهل هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى قال جوف الليل الآخر أفضل فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي الفجر ثم انهه حتى تطلع الشمس ما دامت كالحجفة حتى تنتشرها فإنها تطلع بين قرني شيطاء ويسجد لها الكفار ثم تصلي فإنها مشهودة متقبلة حتى يستوي العمود وعلى ظله ظله ثم انهه فإنها ساعة تسجر فيها الجحيم فإذا زالت فصلي فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر ثم انهه حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطاء ويسجد لها الكفار وكان عمر بن عبسة يقول أنا ربع الإسلام وكان عبد الرحمن يصلي بعد العصر ركعتين حتى عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري حدثنا عكرمة يعني ابن عمار حدثنا شدد بن عبد الله الدمشقي وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أبو أمامة يا عمر بن عبسة صاحب العقل عقل الصدقة رجل من بني سليمين بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام قال أني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان شيئا ثم سمعت عن رجل يخبر أخبار مكة ويحدث أحاديث فركبت راحلتي حتى قدمت مكة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف وإذا قومه عليه جراء فتلطفت له فدخلت عليه فقلت ما ما أنت قال أنا نبي الله فقلت وما نبي الله قال رسول الله قال قلت آله أرسلك قال نعم قلت بأي شيء أرسلك قال بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء وكسر الأوثاني وصلة الرحم فقلت له ما معك على هذا قال حر وعبد أو عبد وحر وإذا معه أبو بكر بن أبي قحافة وبلال مولى أبي بكر قلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي قال فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة فجعت أتخبر الأخبار حتى جاء ركبة من يثرب فقلت ما هذا المكي الذي أتاكم قالوا أراد قومه قتله قتله فلم يستطيع ذلك وحيل بينهم وبينه وتركنا الناس سراعا قال عمرو بن عبسة فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم ألست أنت الذي أتيتني بمكة قال قلت بل فقلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وأجهل قال إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطاء وحينئذ يسجد لها الكفار فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الرمح بالظل ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم فإذا فأل في فصلي فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطاء وحينئذ يسجد لها الكفار قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرجت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته من الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله ثم يمسح رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل وجل إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء ثم يقوم فيحمد لها عز وجل ويثني عليه بالذي هو له أهل ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنبه كهيئته يوم ولدته أمه قال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعطى هذا الرجل كله في مقامه قال فقال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظم واقترب أجلي ومبي من حاجة أن أكذب على الله عز وجل وعلى رسوله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك حدثنا الحكم بن نافعا حدثنا حريز عن سليمين يعني ابن عامر أن شرح بيل بن السمت قال لعمر ابن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول من أعتق رقبة مسلمة كانت فيك كهو من النار عضوا بعضو ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رم بسهمين فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمن أعتق رقبة من ولدي إسماعيل حان أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن عاصمين عن شهري بن حوشب عن أبي أمامة قال أتيناه فإذا هو جالس يتغلى في جوف المسجد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المسلم ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه قال فجاء أبو ظبيته وهو يحدثنا فقال ما حدثكم فذكرنا له الذي حدثنا قال فقال أجل سمعت عمرو بن عبسة ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يبيت على طهر ثم يتعر من الليل فيذكر ويسأل لها عز وجل خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله عز وجل إياه حثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدنا بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائفي فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهمين فله درجة في الجنة قال فبلغت يومئذ ستة عشر سهما فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رم بسهمين في سبيل الله عز وجل فهو عدل محرر ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة وأيما رجل مسلمين أعتقى رجلا مسلما فإن لها عز وجل جاعل وفاء كل عظمين من عظامه عظما من عظام محرره من النار وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن لها عز وجل جاعل وفاء وفاء كل عظمين من عظامها عظما من عظام محررها من النار حثن روح قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال سمعت شهر بن حوشب قال حدثني أبو ظبيت قال 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 عمرو بن عبسة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلمين رمى بي سهمين في سبيل الله عز وجل فبلغ مخطئا أو مصيبا فله من الأجر كرقابة أعتقها من ولد إسماعيل حثن محمد بن بكر حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثني الأسود بن العلاء عن حوان مولى سليمان بن عبد الملك عن رجل أرسل إليه عمرو بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين قال كيف الحديث الذي حدثتني عن الصنابحي قال أخبرني الصنابحي أنه لقي عمرو بن عبسة فقال هل من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زيادة فيه ولا نقصان قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ومن رمى بي سهمين في سبيل الله بلغ أو قصر كان عدل رقبة ومن شاب شيبة في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة حثنا عبد الرحمن بن مهدي وابن جعفر المعنى قال حدثنا شعبة وعن أبي الفيض قال عبد الرحمن في حديثه سمعت سليم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى ينقضي العهد فيغزوهم فجعل رجل على دابة يقول وفاء لا غدر وفاء لا غدر فإذا هو عمر بن عبسة فسألته عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قومين عهد فلا يحل عقدة وليشدها حتى ينضي أمدها أويا بذا إليهم على سواء فرجع معاوية رضي الله تعالى عنه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله مون أسلم قال حر وعبد قال فقلت وهل من ساعة أقرب إلى الله تعالى من أخر قال جوف الليل الآخر صل ما بدلاك حتى تصلي الصبح ثم إنهه حتى تطلع الشمس وما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر ثم صل ما بدلاك حتى يقوم العمود على ظله ثم إنهه حتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر لنصف النهار ثم صل ما بدلاك حتى تصلي العصر ثم إنهه حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطاء وتطلع بين قرني شيطاء شيطاء فإن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من بين يديه فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه فإذا غسل ذرعيه ومساح برأسه خرت خطاياه من بين ذرعيه ورأسه وإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه فإذا قام إلى الصلاة وكان هو وقلبه ووجهه أو كله نحو الوجه إلى الله عز وجل إن صرفا كما ولدته أمه قال فقيل له أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو عشرا أو عشرين ما حدثت به حثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوبا عن أبي قلبة عن عمرو بن عبسة قال قال رجل يا رسول الله ما الإسلام قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال فأي الإيمان أفضل قال الهجرة قال فما الهجرة قال تهجر السوء قال فأي الهجرة أفضل قال الجهاد قال وما الجهاد قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم قال فأي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأغري قدمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملانهما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثله محجة مبرورة أو عمرة حفنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة السلمي قال قلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر قال حر وعبد ومعه أبو بكر وبلال ثم قال له ارجع إلى قومك حتى يمكن الله عز وجل لرسوله قال وكان عمرو بن عبسة يقول لقد رأيتني وإني لربوع الإسلامي ترجمة نانسي قنع